بالرباط انطلقت أشغال الاجتماع الرابع لفريق العمل المشترك في مجال الشباب بين المغرب ومجلس التعاون لدول الخليج العربية من أجل مناقشة مختلف البرامج والأنشطة الشبابية المقترحة من الجانبين برسم ثلاثة 2019 ويشكل هذا الاجتماع مناسبة سانحة لتدارس الآليات الكفيلة بدعم وتوطيض علاقات التعاون بين الجانبين وكذا النهوض بأوضاع شباب المنطقة العربية الهدف هو تطوير مجال التعاون والشراكة والتبادل التقافي في مجال الشباب بين المغرب والدول الشقيقة في مجلس التعاون الخليجي الهدف كذلك هو خلق جسور وآليات وإمكانيات التعاون وتعزيز آليات الشراكة في مجالات الشباب والعمل الجمعوي ذات الصلة هذا الاجتماع سيتدارس مجموعة من الاقتراحات التي تقدمت بين المملكة المغربية ودول الخليج الشقيقة وسيتم المصادقة عليها من أجل نفيدها خلال سنة 2019 هذا الاجتماع يندرج في إطار التعاون متعدد الأطراف بين المملكة المغربية ومجلس التعاون الخليجي وكذا في إطار الشراكة والوضع المتقدم للمملكة مع المجلس بغرض تطوير مجالات التعاون والتبادل الثقافي وخلق جسور وآليات لشراكة في مجال الشباب والعمل الجمعوي هذا الاجتماع الرابع لفريق العمل المشترك وبإذن الله سوف تناقش جميع الأمور المشتركة بين وزارات الشباب ووزارة الشباب المغربية لوضع خطة العمل المشتركة للأنشطة والبرامج والاستراتيجية القادمة تكملة لاستراتيجية وزراء الشباب بدول المجلس وطبعا ناقشت اللجان الفنية في دول المجلس جميع المخترحات والأنشطة والبرامج لكي تعرض على فريق العمل المشكل من أصحاب السعادة وكلا وزارات الشباب بالدول الأعضاء هذا الاجتماع شكل فرصة لإبراز أنه يأتي بعد نعقاد الدور التاسعة وثلاثين لقادة دول مجلس التعاون والتي أكد بيانها الختامي على العمل والتعاون مع المملكة المغربية في المجالات التي حددتها الاتفاقيات المشاركة والعمل على تقديم دعم لا محدود لشباب الخليجي والمغربي